كنا نقول لعصام الله يرزق، الله يرزق سهان بدبي وبابو الدبي ماشي حالك على الأخر 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 شكراً هشام أنا خايفة يفلطوا حواجبي على صحيبتها العين لا، ما بفلتن هولي بسببتين تثبيت عمي هاو قاريو اشتقتلكم كثيراً لأنه جاي من دبيا وحكي إنجليش أنا بحكي إنجليش ايه؟ عميسيو يا عيني أنا كمان عميسيو بعتذر صوتي شوي جريب تعرف من وراء الطاقس أكد الدراسات الدرزية أنه السنة التقص لروم ولمويرنة ماذا؟ درزة يتقلب كانون ثاني متقمس بنسان ليس معقول هشام يعمل صح مزبوط صح؟ طبعا أين كنت؟ كنا في دبي كيف كانت؟ بعثني البيك أعمل جولة هناك على قريبنا في دبي يعني كانوا يقولون لنا أنه نحن أقليه هشام أبدا نحن أكثر من الشيعة بس من تشرين فهمت عليك كثير كثير في قريبنا هناك الحمد لله كلهم مبسوطين كلهم يعملون بالريل ستايت فقلت أنا معاش بدا ثاني نهار وصلتي رحت على مكتب بلشت أشتغل بالريل ستايت استحلت إنتي هناك؟ طبعا هشام عطوني فيلا بدوني بيعوها بالجي بي آر أنا هلأ قفهمت الجي بي آر فكرتها جنبلات بايك ريزيدنت قلت أنا بدو يبيع؟ شو قلت؟ قلت أنا بدو يبيع معقولي زباك هونيك يعني زباك هونيك يعني ريزيدنس بدو يبيع كله قلت لأ لازم ساعده أخذت هونيك مادام بدي فرجيها على الفيلا وبتعرف أنا بالبيع وبالشراء يعني ما لعبي ما لعبي أبدا قلت لأ لا يكي ساندي هاي فيلا ما في شي بي سكر بوججك أبدا لأنه هي أصلا بي كومباوند يشام ما في شي بي خنقطة يعني كله مسكر وقلت لأ لكي عندك جنيني أرض خاص بي بيطلع فيها البدكية فرجي تقراصل عني والدردار كيف طالعين عنده يا حبيب حتى قلت لأ ناقلين لأ عندك هون حدك جيرانيك هنود من بت بهات حرام كثير مهضومين هم بتو؟ بهات هنود هاي عرفت عليهم أنا هوني قلت لأ مهضومين بيجننوا بتموتي من ريحة البهارات هوني بس إنه مهضومين يعني وكمان قلت لأ ناشمة في مي ما حدا عب يشكي أبدا بالحي من انقطاع مي كهربة 24 24 قلت لأ بيت بسيل فلو من هون معاش حدا قلت لأ علاقة فهربة 24 وعشرين ما تعتليها معاش بيتها وانا بتعرفني صادقة هشام قلت لأيك قلت لأيك وحيات حمايتي بالمستشفى وحيات ولدي ثلاثي وحياتك أنت مش ربحاني منك ولا شي هاي انت مش مجاوزة أبدا هشام بس ملا يعني هاي عدة النصب قلت لأيك قلت لأيك وحياتك أنت مش ربحاني منك ولا شي أربع مليون درهم لأيك غابت عن الوعي يمكن لأنه حلفت وحياتك أو شي أو غاب ما بعرف شو صار المهم دقائنا للأمبلونس اجل الأمبلونس أخذها هشام هوني هونيك الأمبلونس هشام لا بيجي وانوي وانوي قبل اجل على هذا بلا شوشرة ولا شي حطوها للمدام وأخذوها أنا فكرت رايحة خطيفة هشام معهم للصراحة يعني فبقعدتي هونيك هشام اكتشفت أنه في أشياء كثير غريبة عن لبنين بتعرف يعني انتك بتعرف بلد منون بتجي أمن وأمان بس أنا لأنه كنت قول ماي مختارة أو ماي بايك هلأ قصرت عبقول ماي دوباي أكيد ايه رفت علي بس أنه لكمان أنتوا مثلي تصيروا تقولوا ماي دوباي فيه كم شغل بكنت تنتبهولا يعني تعرفوا شو هني شو هني أول شي هونيك إذا زعلوا ولا إذا فرحوا ما حدا بيعرف مش متل عنا هون حمودي شيل لحفاظ بنا نقوّس ما فيه يعني عواليد كمان ثمان دورات يعيد البريفي صار معه دكتوراه في يام نقوّس هونيك ما في قويس مزبوط أبدا هونيك فيه موقف سيارة واحد موقف واحد للسيارة بس هون بلبنان بتصف محل شفيق شفيق مأخر اللي يجي من شغله عرفت كيف شفيق أصلا بيكون بيصف محل إلهام إلهام مطلقة جوزة عن أهله وأصلا أهله صافين محله لشفيق مضبوط وهونيك كمان هشام ما فيه لجنة بناية ما فيه صندوق بناية وهيك مثل هون عنا يعني كم طابق لأنه هشام هونيك إذا 40 طابق مثلا اوكي برشو أول خمسة وايب بيقولون لهم نسكروا الأسانسير بدناش ندفع ما بتزبط هايك عرفت عليي مش هايك هون بلبنان جارك على الأول دايماً عبي شارع ما بدو يدفع أسانسير أفل لا بيقولوا أنا بطلع على الدرج خلص إنه ما بتزبط يعني هالأشياء وكمان هونيك التاكسي بيأخذك من أول الإمارات لآخر الإمارات ما بيقول لك شيء أبداً هلق غالي يعني هونيك مش رخيص أنا لو بقيت بعض يومين هشام كنت جيت بلا كلوتي اليمين أكيد فهون مثلاً هون رخيصة الشغلة يعني نحن رخاص هشام عرفت كيف نحن رخاص بالأماني يعني هون بيبيعك الفان من فان لفان بتحس حيلك شوي البطاطا لتكون واس تكون مشي أنت من الكول ع خالدي طالع وأحلى شيء هشام كمان الإشارات إشارات السير هونيك يعني أنا شفت شغلة هشام صدقني ما رح تصدقني شو شفت شفت واحد عبي يعطي إشارة على اليمين راح على اليمين إيه أنا هون بيبيعطي إشارة على اليمين لأوان بدوا يروح الشغلة لا بيرجع أرجوع على الأوتوستراد لورة ما حدوا قلوا معه عرفتها لي وبعدين هونيك في إشارات سايرة على الحمرة بتوقف نحنا هون مطفيين عنا أصلاً ننسي لهم الألوان وان نوكف وان نمشي إيه نحنا منمشي بعضنا وإذا كتير عقدت الأمور بنزلوا لنا داركي بعقدها أكثر يعني بتصير هون الأشياء بتعرف وأحلى شيء هشام لما رحت سهرت أنا سهرت رحت سهرت هونيك بالغلط فتت على محل كله أجانب هونيك يعني شو بدي قللك عبي يذكروا هشام على غنية عبي يذكروا عليها هونيك نحنا لنفيلة هشام بدنا وديع الشيخ تفوت معه خالتي عالطبل غير هايك ما بيمشي الحال أبداً أكيد وأحلى شغلة لما طلبت قنينة بيرا قلت لها جيبي لي ستيك قلت خلص بردي أصرف أنا أبدو باقي أشتغل أشتغل بريل ستيت يعني أكيد جابت لي ستيك هشام يمكن أكيد زمي معهم على الغسيل هالخط جاي يعني مثل ملبس على وزبتكلا وخلصت أجت الفاتورة 780 درهم قلت له سنة دي دبي كتير حلوة بس أنا هلا مش عاملي حسابي أجي استثمر بقطعة لحظة ما بتصير علميني إذا بدي علمية قلت له علميني بقلم فاتر نحنا منروح ومنرجع أكيد بحيث بكفيات جيلة ثانية